السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي إلى كل الإخوة الشرفة داخل الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات أتوجه إليكم أيها الإخوة والأخوات في الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج بهذا النداء من أجل تعبئة شاملة لدخول الانتخابات الرئاسية القادمة ليس بالكيفية التي اعتاد عليها الناس وألفها الناس وأصبح الطفل الصغير لما يسمع بالانتخابات يقول لك ها هو الفائز وإنما الانتخابات التي تفرز المرشح انتاء الشعب والمرشح انتاء الشعب هو لا يتم من خلال اقتراح شخص أو شخصية وإنما يبدأ أولا بالحوار ولو أننا متأخرين ولكن لا بأس من خلال هذه الوسائل المتاحة الآن بعيدا عن القنوات الفضائية وبعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن النظام وبعيدا عن الجماعات والحركات المخترقة الآن في ظل هذا الفضاء الموجود نستطيع من خلاله هو أن نتواصل مع بعض ونحاول إن شاء الله لجل باش نقدمه شيء للبلاد قبل ما تكون هناك شخصية مقترحة لخوض هذا الغمار نتاع الانتخابات الرئاسية وكذل قضية نتاع التنظيم والإدارة والبرنامج إلى غير ذلك خلونا أولا نفتح نقاش نقاش هذا يبدأ من اليوم ويمتد إلى غاية جنفي كل الجزائريين والجزائريات سواء في الداخل أو في الخارج سيما من الشباب الجامعي سيما من الإطارات الحوار هو مفتوح للجميع ولكن لا تستطيع هو أنك أنت تبني نهضة إذا كان ما عندك شرأس مال بشري حقيقي رأس المال البشري الحقيقي هي العقول هي الناس اللي تفكر هي الناس اللي عندها نظرة بعيدة هي الناس اللي عندها استراتيجية هي الناس اللي عندها بعد النظر هي الناس اللي عندها الحكمة وعندها العقل بش أنت ترح جيب لي أنت إنسان ما عندوش ربع قرامات فيه رأس ونتعي فهما ورح أنت تبني به نهضة إذن هذه العقول هذه الآن ما تقدرش أنت تروح قال أرواح هاو شخص أرواح ننسى ندوه أرواح نمشي معاه أرواح نتناقشو كلكم مهما كانت الخلفية ندعكم شيوعي ملحد مؤمن مسلم أرواح من أجل الجزائر نداء من أجل الجزائر من أجل النهوض بالجزائر نداء من أجل علاج الباش هذه الجزائر اللي حباها الله بكثير من الخيرات والآن المواطنين أرهم يحرقوا مغرضكمش الحال أيها الجزائرين والجزائريات أنتم تشوفوا خاوتكم كل يوم خلعة في دار الجزائر محتاجة لكم اليوم اليوم لا بد هو أن نفتح حوار يلا نتحاور مع بعضنا نوحدوا الرؤية نوحدوا الاستراتيجية نوحدوا المفاهيم من هنا إلى جونفي إذا كان فيه رجال فعلا شمروا على الصواعد نتاهم إذا فيه الشعب فعلا تحرك فيما بعد نقدروا نصنعوا المعجزات في الجزائر نقدروا نديروا مؤتمر نقدروا نديروا لقاءات مختلفة نقدروا من خلال هذه النقاشات من خلال هذا التبادل ومن خلال هذا التواصل نستطيع هو أن نلتقي وهو أنه نضم بعضنا البعض فيما بعد نشوفه انتخابات اللي هي تجري في وضع عادي اللي بحيث هو أنه تكون فيه الشفافية وتكون فيه النزاهة ويكون فيه التنافس الشريف ويكون فيه الهدوء والطمأنينة وبين الانتخابات اللي تجري في وضع غير عادي بحيث هو أنه الآن النظام هو رهو طرف الأزمة عنده المرشه انتاعه عنده الأبواق انتاعه إلى غير ذلك نحن الآن في وضع غير عادي وبالتالي قادر أنت تستعين بشخصية اللي هي قال عندها يعني ناس يسمعونها داخل السلطة والله داخل المؤسسة انتاع الجيش والله المؤسسة المختلفة قادر تصنع بها رأي معين فهذه الشخصية اللي هي تمهد لك الأرضية باش انتاع تجري الانتخابات الشفافة والنزهة في وضع واحد آخر احنا الآن أمام وضع عفن وضع موبوع بالفساد موبوع بالإحباط موبوع باليأس إذن الإخوة والأخوات نقدروا احنا نتعاملوا مع هذا الوضع لكن هذا الشخص هذا والله هذه الشخصية لابد لها من تعبئة شعبية شاملة ما يقدرش هذا ذلك الشخص مهما كان ذوك روح نعطيك حتى اسمه قال مثلا حمروش والله حمد طلب الإبراهيمي والله من هذا وكذا انها ضرع الوضع غير العادي باش تفهموا الكلام تعيم له هذا الشخص ما يقدرش هو يرحي غامر إذا كان مفيش حركة شعبية مفيش تعبئة شاملة ما يقدرش هو يرحي غامر إذن لابد من تعبئة شاملة تعبئة شعبية تبدأ من خلال الحوار إذا كان ذوك مثلا الآن شحال كين ألف جزائري رهم موجودين في اليوتيوب وفي الفيسبوك لو كل جزائري فقط يقوم بفيديو قال أنا مع هذه الفكرة انتهى التعبئة الشاملة أنا مستعد لجل باش نقدم شيل للجزائر أنا راني في الضائرة انتاعي أنا في الولاية انتاعي أنا فولان الفولاني هاو المستوى العلم انتاعي هاي المؤهلات انتاعي راني قادر هذا المرشح هذا المرشح اللي هو يتعامل مع شخصيات مختلفة ومعانو خب مختلفة وراه هو يعمل لجل باش يكون هناك مشروع انتاع مجتمع وتكون هناك جمهورية جزائرية جديدة أنا راني مستعد لجل باش نوقف معاه فالداخل في الخارج فيما بعد تبدأ تباني الوجوه تبدأ تباني الكفاءات تبدأ تباني الإطارات راح الحمد لله عنا إطارات راح موجودين حتى في النازة لما يكون هناك حوار داخل المجتمع فيما بعد احنا نفرض هذا المرشح نفرضوه مش هي هو اللي يفرض روحوا علينا ها هو نريد هو أن نبني جزائر انتاع الجميع قال ها هو نريد هو مشروع مجتمع يسع الجميع فيما بعد احنا من خلال هذا النقاش يكون هناك تنسيق وعمل جماعي من أجل علاج الباش نقدمه على هذه الانتخابات تكون تعبئة شاملة فيما بعد هذا الناس اللي رأهم داخل المؤسسات المختلفة في الجيش في الشرطة في الدرك في الأسلاك الأمنية المختلفة في الجمارك في الحماية المدنية في المؤسسات المختلفة التربية في الصحة في التعليم في كل الأماكن فيما بعد كون هناك تعبئة شاملة لكن إذا كان ما كانش هناك تعبئة ما كانش هناك حرك شعبي حقيقي فيما بعد هذا الناس اللي رأهم رأي حين يفرضوا المورة الشهن تاهم ويستمر الإحباط إلى غايته وأنه تنفجر الجزائر وفي ذاك النهار تولي وتبكيوا بكلمة كبيرة ما نقولها شارك متعارفها تولي وتبكيوا قال يا ليتاني يا ليتاني يا ليتاني إذن الإخوة الأخوات مدام قبل ما تتفجر الأوضاع مدام هناك ما زال باصيس أنت عمل ولو أننا في الوقت الإضافي يلا هتحركوا تكون هناك تعبئة شاملة ما قلنا لا على مرشح ولا قلنا على شيء قلنا حوار داخل المجتمع من خلال هذه الوسائط المختلفة كل واحد يدير فيديو رأى الآن عندكم هواتفنة قال الإنسان اللي عنده جهاز كمبيوتر وعنده كاميرا محترفة ويستطيع هو أنه يقوم بعملية منتاج وكذا يديرنا تسجيل محترف حب ذا لكن الإنسان اللي ما عنده شرا وعنده هاتفنقال والله يسجل الكلام يراجعوا يدير مداخلة أو يدير مثلا بعض النقاط بعض المقترحات وقال أنا ها هو رأيك أنا ها هو الاقتراح يحدث فيه نقاش ويكون فيه هذا رد هذا يكتب تعليق هذا كذا فيما بعد نحث هذا النقاش دخل المجتمع ونفرض بعض الأمور تولي القنوات الفضائية هي اللي تجي لك مش انت اللي تروح لها والأحزاب هي اللي تجي لك مش انت اللي تروح لها قال لحنا لازم يكون هناك تغيير حقيقي قال لازم تكون جمهورية جزائرية جديدة هاي الخطوات اللي نمشيوها هاي الأهدف انتعنا هاي المراحل اللي نديروها هاي كذا هاي كذا هاي كذا ونمشيوه ان شاء الله خطوة خطوة أما هو انه تبقى الناس مطبقية يديها تبقى الناس تنادي فقط بالمقاطعة دون اقتراح بديل هذا الناس راح تمهد إلى حرق الجزائر التغيير هذا إذا كان ما درتوش راح هو رايح يفرض عليك تظهر مثلا عندك دار راح راح تريب إما أنك انت تسعى من أجل الدير هو أنك بديل وإما أنه الدار هذه راح راح تريب عليك كان تغيير اللي انت ديره كان اللي يفرض عليك لما تفرض عليك بعض المسائل ما تقدرش تحكم فيها خلاص انتهى الأمر ما دام رانا في فسحة من الأمل ما دام رانا في الوقت الإضافي وراني قلتها لكم راح إذا كان مات بوتفليقة إذا كان ما كانش هناك بديل محظر راح الجزائر راح تحرق ماشي حبا في بوتفليقة وإنما خلاص راح نحقت الناس الوحد المستوى من الإحباط ومن اليأس ومن فقدان انتع الثقة راح ربي على باله به داخل المؤسسات المختلفة راح نتحدث مع ناس داخل وفي الخارج وعلى بالي بالنفسية انتعى الناس كيفاش راح إخوة والأخوات هذه دعوة مني إليكم على جلبه يكون هناك حوار مفتوح شامل دون إقصاء أي إنسان يقدم نفسه المؤهلات انتعوا وش قادر يدير ويتفضل مهما كانت الخلفية انتعوا وكان إسلامي كان علماني مهما كان المهم يناقشنا في الموضوع انتعى الجمهورية الجزائرية الجديدة نخدمها مع بعضنا البعض دون إقصاء ودون تهميش قبل ما نقترح شخصية أو شخصيات قبل ما نقدم الانتخابات الرئاسية يكون هناك نقاش فيما بعد يكون هناك تنسيق ويكون ممثلين على مستوى الولايات وعلى مستوى البلديات فيما بعد غدوانت لما يكون هناك مرشح وانترك موجد روحك على مستوى الولايات فيما بعد انت تخوض الانتخابات أو مجموعة من المرشحين لكن لما هو أنه واحد قال هاو مشاه معاك وهو دار الوسم وانت بعد زكيه وانت مشي معاه هذه راح راح توصلك للحيط خاصة في ظل هذا النظام اللي هو راح متحكم متحكم في الأموال ومتحكم في البنوك ومتحكم في الوسائل لإنتاج الإعلام المختلفة القناة الفضائية الفلانية وعنده الجيش وعنده الشرطة راح تحت الرحمة إذن كاين إخوة وإخوات راح موجودين في أسلاك المختلفة راح محوسوا على التغيير ولكن ملقاوش ناس في المستوى يلا من خلال هذه الحوارات من خلال هذه النقاشات من خلال هذا التواصل نقدروا نصنعوا رأي عام نقدروا فيما بعد إن شاء الله منا الجنفي نقدروا نديروا عملية تقييم ونمشيوا إن شاء الله إلى انتخابات بالإضافة إلى أنه الإخوة والأخوات أراني قلت لكم منذ سنوات وأنا أردد كنت يعني أشتغل وراكم تشوفوا في العمل اللي كنت نقوم به ولكن عندي بعض الوسائل اللي هي قدمة وكذا ومادي لم أعد أستطيع هو أنه أقاوم يعني مثل ما كنت في السابق بالتالي الإخوة والأخوات أنا أراني كنت ولازلت مؤمن بفتح قناة فضائية اللي هي قناة المصالحة واللي يكون المهمة انتهى هي الحوار زرع المحبة والأخوة بين الجزائريين صناعة الوعي العام إلى غير ذلك من المسائل اللي تعلق بالمصالحة ودائما نقول الخيرين والخيرات إحنا أراني محتاجين للدعم منتعكم المادي والمعنوي أراني أن نتعرضه يوميا للسب والشتم نتعرضه يوميا للتهديدات بالقتل وبالتصفية الجسدية من طرف كي الناس متطفلين وكي الناس مكلفين بمهمة من أجل نشر الإحباط واليأس وكذا وبالتالي إذا كانتم تركتوا هذه المجالات وهذه الفضاءات إحنا أنا شخصيا يجي نهار وين أنه ننسحب ودبر رأسكم فيما بعد كي بعض من الناس اللي ربما ما تحسوش بالفراغ هذاك ولكن أنا متأكد أنه نهار نخليه هذاك الفراغ اللي كنا معمرين ورأنا صنعنا كثير من الأشياء تشوفوا فيما بعد وش رأه ورأه يصر فيسبوك هذا واليوتيوب رأه قادر في أي لحظة يكون عندك حساب فيه ملايين نتاع الزوار في أي لحظة يقدروا يغلقوا لك الحساب بتاعك سواء ناليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا في أي موقع وحد أخر بالتالي لابد من بداء الوحد أخرى لما يكون عندك موقع نتاعك نتاع وعندك القناة نتاعك نتاع فيما بعد تستطيع هو أنك تستمر وتستطيع هو أنك تواجه لكن إذا كان ما عندكش الإمكانيات والناس رأى فقط تتبع فيه كي الناس اللي رأى عنده عشر سنين وخمسة عشر سنة هو يتبع فيه ولكن عمره ولا كتب تعليق قاعد يتفرج فيه فقط مثل الحجر مثل الجماد هذا وش تدير به مئات آلاف ملايين اللي رأى ميتبع فيه منذ كان المنتدى انتاع بلا حدود بالملايين تكتب ما قال يشوفوه مئة الف ومئةين الف مليون مشاهدة ولكن ولا واحد يكتب لك تعليق عنا صفحة انتاع نضك على هذه انتاع المصالحة الجزائرية في الفيسبوك نستطيع من خلالها رأى عندي الحمد لله أكثر من 750 ألف مشترك نستطيع من خلالها وبالإضافة إلى الصفحات انتاعكم انتم كل شخص يجتهد رأى كينا مجموعات كينا صفحات بلغوا الرسائل انتاعكم إذا عندكم أصدقاء إذا عندكم أقريبة إذا عندكم أحباب كل واحد يجتهد يدير تسجيل ونحاولوا أنه نفرضوا واقع بعيدا عن الأحزاب وبعيدا عن القنوات الفضائية ونحاولوا أنه نخرجوا مرشح انتاع الشعب قلت لكم أنا لابد هو أنه يكون هناك عمل جماعي لأنه لما يكون هناك مرشح وفيما بعد انتاره عنده الجماعة انتاعه فيما بعد انتمرك راح تدير والو ونحاولوا على مشروع انتاع المجتمع المشروع انتاع المجتمع اللابد هو أن يبدأ بالحوار داخل المجتمع إذن إخوه والأخوات تعالوا إن شاء الله مع بعضنا البعض يلا نتعاونوا مع بعضنا البعض على جل باش ننهضوا بالجزائر ونحقوا الشيء اللي ما حقوه الناس اللي يقبلنا ونخليوا على الأقل معالم إذا كان ما وصلناش في هذه المدة نصلوا في مرحلة وحدة أخرى وإذا ما وصلناش في مرحلة وحدة أخرى على الأقل خلينا معالم راهم يجيوا ناس من بعدنا يجي أجيل من بعدنا كينا الناس اللي ربما ما يفهمش الكلام بتاعنا الآن بعد عشر سنين راهم يفهم الكلام بتاعنا لا يهم إن كنا أحياء والله كنا أموت على الأقل راهم يخلينا شيء فيما بعد الناس راهم تمشي خطوة خطوة على جلبه شنا نهضو بالجزائر أنا هذي انتع وروح يعاون شخص ضد شخص هذه أنا خرجت منها حوس الآن للجزائر مشروع مجتمع اللي يليق بالجزائريين كامل دون إقصى لا عربي لا قبيلي لا شوي لمزابي لا ترقي جزائر تاع الجميع وهذي وطني وعلماني وإسلامي نفس الشي جزائر تاع الجميع أرواح هنا تعاونوا مع بعضنا البعض أيها الشباب سيما من ناس اللي يراكم مهمشين ومن ناس اللي كذا هذه الفرصة انتعكم على جلبه شتبرزوا الطاقات انتعكم متظهروا وإن شاء الله مع بعضنا البعض إذا كانت تكثفت الجهود أنا متأكد من أننا راح نصنعوا أشياء اللي عجزوا عليها كثيرين أراني ننتظر في التعليقات انتعكم ننتظر في المداخلات انتعكم وإن شاء الله وحدة وحدة نسقوا مع بعضنا البعض ونتواصلوا مع بعضنا البعض وإن شاء الله نلحقوا المرحلة التعالي التنظيم إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته